مزيد تفاصيل حول العملات أذهب إلى ديفيد مادن محلل أسواك في إكويتي جروب أهلا بك معنا في هذه الفقرة يعني نشاهد الدولار الكندي مرة جديدة الزوج الدولار مقابل الدولار الكندي وصلنا إلى مستويات أكثر من أربعة أشهر تقريبا أو ثلاثة أشهر بأعلى مستوى له في 12 أسبوع طبعا كان هذا الزوج لفت الأنظار منذ فترة منذ أكثر من شهر مع هذه الارتفاعات قوية وهو يأتي أيضا متزامنا يأخذ زخما من النفط وأيضا يأخذ زخما من قوة الدولار كمان بشكل خاص في الواقع الدولار مقارنة بالدولار الكندي قد ارتفع وأيضا ذلك بسبب أن الدولار الأمريكي بشكل عام بدأ في الاتجاه الصعودي منذ ثلاثة أسابيع وذلك بعد الاجتماع منتصف شهر يونيو للفدرالي الأمريكي والذي أشار إلى أن معدلات الفائدة قد ترتفع مرتين خلال عام 2023 وكان هذا تغيير للهجة عن الأشهر الماضية في اجتماع مارس حيث لم يكن هناك أي خطط لرفع معدلات الفائدة في ذلك الوقت إذن منذ منتصف يونيو بدأنا نشهد ارتفاعا على انطاق واسع في الدولار الأمريكي ورأينا هو أن الفدرالي الأمريكي سوف يرسل الإشارة فيما يتعلق بخططه لزيادة معدلات الفائدة ويبدو بالنسبة لي أن الفدرالي أيضا بدأ يمهد الطريق لتحرك تدريجي لدولار الأمريكي وأيضا هذا ما شهدنا فيما يتعلق بمؤشر الدولار الذي ارتفع أيضا وأتى في هذا الوقت خلال الجلسات الماضية حتى شهدنا أن هناك تراجع في أسعار النفط كان ذلك 48 ساعة فقط حيث شهدنا النفط بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوات في سنوات بدأ أنه أيضا كان مفيدا للدولار الكامد ولكن بعد يومين أو منذ يومين بدأت أوبك بلس في ترك الاجتماع لأن الدول لم تتطفق على خطط الإنتاج وشهدنا بعد ذلك حركة هبوطية في أسعار النفط وبذلك المكوناي الدولار الكندي قد تأثرت الدولار الأمريكي أصبح مرتفعا حيث أنه سوف يتجه مع معادلة الفائدة كما تأثرت الدولار الكندي بأسعار النفط وبالتالي شهدنا أن الدولار الأمريكي يرتفع مقابل الدولار الكندي نعم بالنسبة إلى الدولار مقابل الأليان الجباني يعني شهدنا في الفترة الأخيرة نوعا ما من دعم لمستويات 110 بسهولة اليوم تم كسر 110 لأول مرة منذ فترة لكن الزوج كان في الفترة الأخيرة قفص فوق 111.5 حتى كيف ترى أداء الزوج والتأثيرات هل هناك تغييرات على أداء الزوج والأسباب التي تؤدي إلى ذلك أعتقد أن اليوم كان يوما غريبا لأن الدولار الأمريكي أو الياني الياباني تفوق في أداءه بسبب تجنب المخاطرة شهدنا أيضا تراجع كبير في أسعار النفط والأسهم والمعادن في جميع الأنحاء وأيضا هذا ما يدير الظهر إلى المخاطر العالية والبحث عن الأصول ذات المخاطر منخفضة مثل الياني الياباني وأعتقد أن المرحلة الحالية من تجنب المخاطرة سوف تستمر لبضعة أيام أخرى ولكن خلال الأسبوع القادم أتواقع أن يكون هناك عودة للأعمال وأن يكون هناك الزيادة في الدولار الأمريكي مقابل الياباني نعم بالنسبة اليوم أيضا شهدنا هناك تراجع فقط للدولار أمام اليورو وأمام اليان اليوم بعد أخبار طبعا المركزي الأوروبي ومدى أنه نوعا ما الليون التي أظهرها تجاه التضخم كيف ترى كل هذه المؤشرات التي تأتي من البنك المركزي الأوروبي أجد أنهم المثير لإهتمام أن البنك المركزي الأوروبي كان واضحا بأن يقول أن سياسة الاحتياط الفدرالي أن سياسة البنك المركزي الأوروبي سوف تؤخر عملية التجديد للسياسة النقضي وأعتقد هذه رسالة واضحة بأن المركزي الأوروبي سوف يقوم بتقديم دعم حسب الضرورة لضمان استمرار التعافي الأقتصادي وليس في نفس الوقت لن يقع في العادة السيئة هو أن يكون هناك سياسة سيريا لفترة مطولة من الوقت كريستين لاغارد وهي رئيسة المركزي الأوروبي مرة أخرى قالت أن التضخم أو ارتفاع التضخم سوف يكون سوف يظل مستمرا ولكن في الواقع قالت أو قام قالت أن معدلات الوظائف هي الأولوية أكثر من التضخم في الوقت الحالي وهي أرسالة الرسالة بأن المركزي الأوروبي سوف يكون لديه معدلات مرتفعة من التضخم وأن التحديث من سيدة لاغارد هو أن الأسعار وارتفاعها سيكون مؤقتا وهذا ما استمعناه من بنك إنجلترا وما استمعناه من الفيدرالي الأمريكي وبالتالي أعتقد أنه على المدى القصير على الأرجح سوف نشهد إلى حد ما تداول محدود لليورو لأنه كانت مفاجأة أن البنك المركزي الأوروبي في الوقت الحالي لا يخطط بالسياسة النقدية بأن تستمر شكرا لك ديفيد مادن محل الأصوات في إيكوتي جروب ترجمة نانسي قنقر